فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة ثم ذكر عدلة نعم تبين نتيجة لكل البحث السابق أن مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة يعني لا في كل شيء نحن ما نخالفهم في أمور المصالح المباحة الصناعات والطب والهندسة والمصالح هذه من العادات لا تدخل في أمور الشرائع بل هي في الأصل للمسلمين فهذا معنى قوله في الجملة أما إذا قيل بالجملة بالباء فمعناه في جميع الأمور وإذا قيل في الجملة فمعناه في غالب الأمور وليس في كل الأمور فنحن معمور بمخالفتهم في الجملة ولم يقل بالجملة